ريمة موظفة حكومية تشارك في هذا الاعتصام وسط العاصمة بيروت حيث يأتي متزامناً مع الإضراب رفضاً لتخفيض رواتب موظفي الدولة بسبب عجز الموازنة العامة برفض يندق بحقوق العسكر برفض يندق بحقوق المواطن بحقوق الإنسان اللي ما بيقبط خمسمائة ألف ليرة بدون ياخدوا من جيوبه روحوا ياخدوا من ملايين الدولارات اللي جايبوه لجيوب السياسيين والوزراء والنواب مشاركون من مختلف القطاعات الرسمية طرحوا مطالبهم وعبروا عن هواجزهم للأسف لما بتشوف وطن بنزل استاذ على الشارع اعتبر انه هيدا الوطن يعني فرط يوصلوا انه مديدون عجيوبنا بمعاشاتنا اكيد مننا نتحرك واكيد لازم يطلع مننا شيء واكيد لازم نغير انا كانت امنية الوحيدة انه خلص وما تهجر منه لهيدا البلد بالتزامن تداعى ابراهيم ورفاقه تحضيرا لتحركات مقبلة في مواجهة سياسة الحكومة التقشفية مثل ما هني بدون يبشرون بقرارات موجعة نحن بدنا كمان نبشرهم بالمقابل بتحركات موجعة بدأت توجع لقالهم مش هتوجع الشعب من جهته حذر الاتحاد العملي العام من توجه حكومي لزيادة الضرائب اتخوف من ان يكون التصويب باتجاه خفض المعاشات مقدمة كمان لزيادة الجعالة خمس تلاف ليرة على المحروقات واتخوف ايضا كمان من زيادة ضريبة على الامي المضافي في المقابل وبعد جلسة للبرلمان اللبناني اعلان عن اجراءات صعبة لانقاذ مالية الدولة عندنا مشكل بالاقتصاد كيف بدك تحفزي هذا الاقتصاد بمحلات بدك تخفف الانفاق وبمحلات بدك تزيد الانفاق الاستثماري اللي هو حيجي عبر سادر وغيره اللي نزلوا اليوم عالشارع بسبب شو تعرفين بسبب شو بسبب انه كل واحد بيطلع لي خبرية من هون وخبرية من هون وحتى تصريح الوزير جبران بسيل تصريح الوزير جبران بسيل اجا عم يقول انه نحن بدنا ناخد قرارات صعبة يعني ما حدا عنده اليوم الجواب شو هي كل القرارات الصعبة اصوات المعتصمين جاهرت بابداء المخاوف على مصير وظائفهم اضرابات واعتصامات متتالية ومرشحة للتصاعد تنظر بتوتر الوضع في الشارع اللبناني في ظل تفاقم الازمة المعيشية في لبنان وليام عزام الحرة بيروت